مملكة البحرين في سابقة هي الأولى من نوحها على المستوى العربي ألقت مملكة البحرين كلمة المجموعة العربية إعلان المنمى في الجسد الافتتاحية لأعمال لجنة وضع المرأة في نيويورك بالأمم المتحدة بهدف تنسيق الموقف العربي وتحديد أولويات المنطقة حول القضايا الخاصة بالمرأة وقالتها للأنصار الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة رئيس الدورة السادسة والثلاثين للجنة المرأة العربية بجامعة الدول العربية في الكلمة أن المجموعة العربية تؤكد على مجاء في المواثيق العربية والدولية المعنية بالنهوض بوضع المرأة مع تقدير الظروف غير المسبوقة التي تمر بها المنطقة العربية بسبب الاحتلال الإسرائيلي والحروب والنزاقات المسلحة والإرهاب وتداعيات اللجوء والنزوح وما تمر به المنطقة من ظروف اقتصادية وتحديات جسمة كما وتقدر الدول حجم المسئولية المرقاة على عاتق الدول العربية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في ظل هذه الظروف أخذين في الاعتبار أن التمكين الاقتصادي للمرأة في بيئة العمل المتقيرة هو هدف أساسي من أهداف التنمية المستدامة مع التأكيد على التزام الدول العربية بالعمل على تحقيق أجندة عربية تندرج في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتتفق مع الظروف الخاصة والاستثنائية التي تمر بها المجتمعات العربية وتثمينا للجهود المبذولة من قبل جماعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في دعم التعاون والتكامل العربي وتعزيز وحدة الموقف العربي في المحافل الدولية والتضامن على المستوى الإقليمي لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة تؤكد المجموعة العربية على الحق في عمل المرأة بشرط تحقيق العدالة والإنصاف والأجر المتساوي للعمل المتساوي بين الجنسين وضرورة توفير بيئة عاملة تتضمن شروط الصحة والسلامة المهنية والحصول على عوائد العمل المعنوية للمرأة ودعم الأليات الوطنية المعنية بالمرأة وتوفير المواد المالية لكي تطالع بدورها على نحو فعال في رصد وتعميم ومراحة تحقيق المساواة بين الجنسين لضمان الحقوق الاقتصادية من خلال وضع السياسات الملائمة والحامل مع المؤسسات المختلفة وذات العلاقة لتنفيذ ذلك تثميناً للجهود المبذولة من قبل جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في دعم التعاون والتكامل العربي وتعزيز وحدة الموقف العربي في المحافل الدولية والتضامن على المستوى الإقليمي لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة تؤكد المجموعة العربية على الآتي الحق في العمل للمرأة بشرط تحقيق العدالة والإنصاف والأجر المتساوي للعمل المتساوي بين الجنسين وضرورة توفير بيئة عاملة تضمن شروط الصحة والسلامة المهنية والحصول على عوائد العمل المعنوية للمرأة دعم الآليات الوطنية المعنية بالمرأة وتوفير الموارد المالية لها لكي تطلع بدورها على نحو فاعل في رصد وتعميم ومراعاة تحقيق المساواة بين الجنسين لضمان الحقوق الاقتصادية من خلال وضع السياسات الملائمة والعمل مع المؤسسات المختلفة وذات العلاقة لتنفيذ ذلك ودعت المجموعة العربية إلى القيام بإصلاحات تشرعية وإدارية تضمن للنساء الوصول والتحاكم في الموارد والأصول الإنتاجية مثل الأراضي وقيرها من الممتلكات والإئتمان والاقتراض والموارد الطبيعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعمل على وضع وتفعيل كافة القوانين والسياسات المعنية بالقضاء على العنف ضد المرأة في أماكن العمل كما دعت المجموعة العربية الأمم المتحدة في هذا السياق إلى العمل على ضمان حق المرأة الفلسطينية العاملة داخل الأراضي المحتلة في الحصول على الحماية القانونية وإنفاذ التشريعات في قطاع العمل واتخاذ تدابير خاصة تضمن للنساء المستضعفات التامتعة بفرص متساوية للحصول على عمل لائق جيد نوعية في سوق العمل وكذلك اتخاذ تدابير لحماية وتمكين النساء العاملات بمن فيهن الوفدات في القطاع غير المنتظم وزيادة فرص تولي النساء أدوارا قيادية في النقابات والمنظمات العملية وحث قادة النقابات العملية على تمثيل مصالح النساء العاملات بفعالية وتوفير البيئة المساندة لعمل المرأة مثل الحضانات والمواصلات الأمنة تشجيع الحكومات على تخصيص حصة من المناقصات والمشتريات الحكومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تملكها المرأة وضع وتنفيذ سياسات تشجيع وحماية حقوق المرأة والعمل اللائق في سلاسل القيم العالمية مع الاسترشاد بأفضل التجارب العالمية في هذا المجال وإنفاذ قوانين تكافح الإتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال والحث على بناء وتطوير قواعد معلومات لرصد مؤشرات الاقتصاد غير المنظم المصنف بحسب معايير المنظمات الدولية المتخصصة ومن ضمنها منظمة العمل الدولية وفي الختام أعربت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالا الأنصاري عن شكرها للمجموعة العربية على جل تعاونها واتفاقها على إلقاء هذا البيان العربي الموحد ولأول مرة أمام اجتماع لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة في الدورة الواحدة والستين لتسجل بذلك عرفاً يعتد به في الدورة القديمة للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة مع التطلع إلى دعم أعضاء اللجنة لما تضمنه إعلان المنمة من توصيات للسعي إلى تنفيذها وكانت البحرين قد استضافت اجتماعات الدورة السادسة والثلاثين للجنة المرأة العربية بجامعة الدول العربية التي عقدت برئاسة مملكة البحرين وتحت رعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة السبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرنة عاهل البلاد المفدة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله في الفترة ما بين ستة وسبعة فبراير الفان وسبعة عشر حيث أوصل مجتمعون في ختام أعمالهم باعتماد إعلان المنامة الصادر عن الاجتماع الإقليمي التعضيري للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة بدورتها الواحدة والستين باعتماد إعلان المنامة باعتباره موقفاً عربياً موحداً في لجنة وضع المرأة في هذه الدورة موسيقى 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 موسيقى